الشعب دورة ثقافية ضد الطائفية والحزبية وخصخصة الوظائف في الدولة بعدما خرجت نتائج مؤتمر الحوار هذا ما أمل عليه الأدباء والمثقفون من مخرجات الحوار الوطني في الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد العام للأدباء اليوم أعضاء في اتحاد الأدباء وكتاب اليمنيين الجيل العظيم الذين أسسوا البذرة الأولى للاتحاد يطالب بالانتصال ما هذه المفارقة التي تصدم الجيل القادم والصاعد الذي ينظر بإجلال وإكبار لهؤلاء العمالقة الذين دعوا إلى توحيد اليمن قبل أن تتوحد واليوم يدعون إلى مشاريع سقيرة لتفتيت وتقسيم اليمن كان لدينا دولة وفساد ولم يبقى إلا الفساد زاد واستشرأ هذا ما قاله بعض الأدباء والمفكرين والمثقفين في الحلقة النقاشية الجديد اليوم والذي انعكس في مؤتمر الحوار أن هناك مشروعاً انعزالياً مشروعاً ثقافياً انعزالياً وانفصالياً وتقسيمياً نحن نعلم أن المشاريع السياسية الانعزالية في العالم العربي انتصرت وما زالت منتصرة لكن لم يحدث في تاريخ هذه الأمة العربية كلها أن انتصر مشروع ثقافي انعزالياً لا للطائفية والحزبية في الوظائف العامة نعم للمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وأمام القانون بلقيس أحمد اليمن اليوم صنع نظم موظفون